اشتركوا في القناة طبعا من تخطيط او تخطيط الصفحة الحجم راح نختار احجام الورق الاضافية طبعا في حاله ما وجدنا الاي فايف نكتب الحجم الاي فايف اللي هو راح يكون العرض 15 سنتيمتر والارتفاع 21 سنتيمتر ممتاز جيد طبعا هذه الفاتورة تتكون من الجزء العلوي وطبعا الجدول خاص بالمحتويات راح نضيف الجدول في البداية طبعا من ادراج جدول طبعا راح يكون جدول يتكون من اربعة قطع بهذه الطريقة واربعة قطع يعني اربعة في اربعة للعرض وللطول يعني صفوف وعمدة اربعة في هذه الطريقة وطبعا راح اضغط اكليك ايمن على الجدول وراح اختار خصائص الجدول وراح احذف التفاف النص يعني بلا التفاف للنص طبعا عدنا اهنانا التفاف النص اتأكد انه بلا التفاف النص موافق جيد احيكون بهذا المقدار تقريبا وطبعا بالنسبة للعرض بهذا المقدار وطبعا لا بس انه يكون بهذا الشكل واني افضل انه يكون جدول عربي يعني بهذا الشكل نحدد الجدول كله ويكون عربي جيد طبعا يكون بهذا الشكل هذا الجزء اللي بالاسفل راح نمده بهذه الطريقة وطبعا الجزء اللي بالاعلى احنانا ممتاز طبعا هذا الجزء راح يصعد وهذا الجزء راح ينزل ممتاز بهذا الشكل هذا الجزء اللي بالاعلى راح يكون بهذا المقدار تقريبا وهذا الجزء راح يصعد الى الاعلى بهذا المقدار وهذا الجزء طبعا راح ينزل بهالاسفل لا بس انه هنا بالاسفل نصعد الى الاعلى ممتاز الان راح نحدد هذا الجدول وطبعا نجي هنانا الى هذا الجزء اللي هو الحدود ونجي الى حدود وتضليل بهذا الشكل ممتاز الان راح نجي نختار اللون مثلا راح اختار اللون الاخضل او لا بس يكون هذا اللون اللي هو الازرق وطبعا نختار سمك للحدود مثلا هذا السمك وطبعا نختار نوع الحدود مثلا راح اختار الخط الغامق والفاتح طبعا هذا الخط الغامق والفاتح او نشوف اذا وجدنا خط افضل من هذا الخط هذا الخط ايضا جميل ولا بس انه السمك يقل مثلا يكون اثنين نجرب ونشوف ممتاز جدا الآن جيد طبعا راح ألغي هذه الحدود كلها راح أحددها وطبعا من تخطيط الصفحة دمج الخلايا ممتاز جدا الآن راح أتحكم بالعرض طبعا هنا هذا الخط هذا راح يكون في هذا المقدار وطبعا هذا الخط راح يكون في هذا المقدار وهذا الخط راح يكون بهذا الشكل ممتاز طبعا لا بس انه هذا الخط يعرض جيد طبعا حتى أتخلص من هذه الحدود راح أحدد الخليتين ومن تخطيط دمج الخلايا ومرة ثانية تقسيم الخلايا طبعا عدد الصفوف راح يكون اثنين صفوف وعدد الأعمدة راح يكون واحد طبعا هذا الجزء راح أحدده وتقسيم الخلايا عدد الأعمدة وعدد الصفوف واحد راح أقلب العملية جيد جدا الآن ممتاز راح أكتب اهنانا العدد طبعا راح أختار فونت حتى يكون يعني كل الجدول بنفس الفونت راح أحدده كله وراح أختار فونت مثلا الجزيرة بولد وبهذه الطريقة التوسيق هنا راح أكتب رقما وإحنانا كتابه هنا راح تكون الملاحظات وإحنانا اسم المادة طبعا لا بأس إنه اسم تكون بها مادة والمادة تكون بها مادة أيضا طبعا لا بأس إنه هذا الجزء يكون 14 وهذا الجزء يكون 14 أو 12 مناسب جيد وهذه الأجزاء كلها تكون بالتوسيق يعني كل هذه الأجزاء تكون توسيق ممتاز الآن راح ننطي ألوان خلفية background لهذه الأجزاء طبعا بهذه الشكل هذه العلامة هذا القلن طبعا نضغط عليه هنا ونختار مثلا هذا اللون طبعا لا بأس إنه نختار يعني لون أفتح يعني ممكن هذا اللون غامض جدا طبعا ألوان إضافية ممكن يفتح اللون شوي جيد وهنانا نفس اللون هذا اللون طبعا جيد الآن هنا بالأعلى راح نضيف بعض النصوص طبعا راح نكتب هنانا التاريخ مثلا 2000 ممكن فراغ حتى نكمل هنانا بالأسفل اسم المستلم طبعا راح يمتد بهذه الطريقة جيد جدا طبعا هنانا ممكن بالأعلى اسم المخزن الآن راح نحدد هذه النصوص طبعا راح نختار حجم مثلا 12 مناسب ومن تخطيط راح نختار بهذا المقدار اللي هو بيئة المنتصف جيد جدا ممكن طبعا هنانا هذا طبعا يمتد للنهاية وهنانا طبعا اسم المخزن ممكن أيضا نخلي بهذه المنطقة جيد الآن راح نعمل الجزء العلوي طبعا هنا مثلا إدراج راح نختار أحد الأشكال مثلا راح اختار هذا الجزء أو هذا الشكل بهذه الطريقة هنا وطبعا من تعبئة الشكل راح نختار مثلا هذا اللون مخطط تفصيلي بالآن مخطط تفصيلي وطبعا لا بأس أنه يكون يعني متدرج نجي هنا إلى تدرج نختار مثلا هذا التدرج جيد الآن راح نضيف شريط بهذه المنطقة طبعا نحدد هذا الجزء نسخ التنسيق ونجي إلى هذا الجزء نخلي بهذه المنطقة طبعا نحرص على أنه الشريطين بنفس المساحة يعني ممكن هنا نكون طبعا نضغط هنا نكليك خلاص بهذه المنطقة جيد الآن طبعا هذا الجزء راح نحدده وطبعا إحضار إلى المقدمة هذا الجزء نضغط على control وطبعا راح نخليه بهذه المنطقة بنفس الطريقة هذا الجزء اللي بالمنتصف click amen وإحضار إلى المقدمة طبعا هذا الجزء راح نستنسخه هنا وطبعا هذا الجزء المستنسخ يصعد هنا إلى الأعلى وأيضا هذا الجزء اللي بالمنتصف إحضار إلى المقدمة هذا الجزء راح ننطيه من تصميم أو تنسيق راح ننطيه تعبئة لهو مثلا هذا اللون ولا بأس أيضا يكون تدرج يكون جميل هنا راح نضيف شعار طبعا من إدراج صورة راح أضغط click amen على هذه الصورة التفاف الناس ورح أختار أمام الناس أضغط shift ورح أصغرها خليها بهذه المنطقة جيد الآن راح أكتب هنا بمرضع الناس من إدراج مربع ناس راح أكتب هنا اسم الشركة شركة الماس وطبعا راح أختار هنا bold نكبر الحجم وطبعا راح نختار هذا اللون الفون طبعا راح نختار هنا هذا اللون وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي لا بأس أن نكبرها جيد نفس هنا نكتب مثلا هنا الماسة بالإنجليزي الماسة مثلا مثلا سي أو ماسة كومبني طبعا ممكن نختار لا بأس نختار فونت للنص الإنجليزي ها بأس أي فونت ممكن هذا الفونت جميل وطبعا راح يكون بيه اللون الأبيض ممتاز ممكن هاي الكلمة إضافة إلى القموس جيد هذا النص راح استنسخه أخلي هنا بهذه المنطقة راح أكتب هنا لوكالات التجارية طبعا راح أصغره ولون أبيض وطبعا توسيط كبر الحجم وطبعا لا بأس نختار يعني سمك ريقلر يكون أجمل طبعا راح أكتب العنوان بهذه المنطقة العراق خلي نختار لون اللي هو اللون الأزرق هذا العراق بغداد الكرادة طبعا نصغرها قليلا ممكن 13 مناسب جيد طبعا نصغر الكتلة بهذا الشكل ونستنسخ النص بهذه المنطقة راح نخلي اللون أبيض وراح نخلي أقوم بتليفون مثلا 070 أجل أرقام عشوائية ورقم الآسية مثلا بهذه الطريقة طبعا راح نصغر النصوص بهذا الشكل الآن أكملنا الجزء العلوي وراح نضيف طبعا بهذه المنطقة الجزء اللي بالأسفل طبعا إذا نلاحظ أنه هذا الجزء نزل بالورقة الثانية طبعا نقدر من تصميم أو تخطيط الهوامش طبعا نختار ضيق هامش ضيق وطبعا راح ننزل أسفل بهذه الطريقة ممتاز جدا الآن الآن راح نضيف الخطوط بهذه المنطقة طبعا نقدر من إدراج مربع نص بهذه الطريقة نحدد الجزء كله بهذه الطريقة طبعا من تعبئة الشكل أو من مخطط تفصيل بلا مخطط ومن تعبئة بلا تعبئة طبعا راح نضيف النقاط بهذه الطريقة طبعا نضيف سطر واحد وهذا السطر اللي ضفنا راح ننطي لون سمائي طبعا نستنسخ ctrl c بهذه هي الطريقة ممتاز جدا الآن أكملنا النقاط فقط هنا بالأسفل راح نكتب العبارة فقط بهذا الشكل وطبعا لا بأس أنه هذه كلها تندمج من تصميم أو تخطيط دمج هنا نكتب لغيرها وبهذه المنطقة طبعا التوقيع طبعا نجد ناخذ نسخة تنسيق من هذا النص وطبعا راح نضيف بهذه المنطقة الآن راح نحدد كل هذه النصوص طبعا ممكن أن يكون حجيم 12 ونقلل من هذه المنطقة طبعا نحددها ورح نختار هنا كلمة فقط طبعا نلغط control ونغير ونحدد البقية طبعا اللون الأزرق جميل أيضا اللون الأزرق فقط هنا ناخذ نسخة التنسيق وطبعا راح نضيف لهذه المنطقة أيضا نسخة التنسيق ورح نضيف لهذه المنطقة إذا لاحظ أصبحت عندنا فاتورة شراء جميلة وأنيقة في نفس الوقت إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى